والله العربي كان واحد المثال يقول يقول لك تصليمهم ولا التنمية لا واحد الناس يقول لك ما لها ما تصحبنا خطي بعد ما تعاركنا وعلى شى نعاركنا حتى ما تتعود صاحبين بعض عارفة اختيار الاصدقاء واختيار الاصحاب ومعرفة الناس اصلا ذات تقول انسان الواعي والفاهم يدرك الخلفيات على كل انسان ما انا كو يحدثني شخص ما نعرفهش مئة في المئة ويقول نقرأي خلفية الفكرية والله هاي شخصيتها ومستواه العلمي هاو مستواه المعرفي تعرفه وكي الناس خبطع شوية الناس وكل عدها كيف كيف كي اكل مشكلة لك البيع في شرزمان دخل دخل ليدك مع ذلك الخروطة تاع شرزمان مش كعرف وش يخرج لك مرة عبودي ولا شحة مية ولا يخرج لك زرزموية ولا يخرج لك لفع ذات فهمت؟ وبالتالي يسأل مش يدير علاقة مع الناس مش سهل علش الناس تتعارك لان العلاقات دي معابرة وعلاقات لا تخضع شي Google لا تخضع شي تخضع للعقل ويقوله أنا صاحبٍ değil المش أي شخص ترفضه صاحبك مه لماذا يخضعك بالأمان؟ لماذا؟ لأنك لا تعرف هذا الشخص قد يكون يتربص بك الدوائر وهو ماشي معك ويعطيك حلاوة من اللسان ومفهمت كما كل ما قوله تقول معناها جلده معناها جلد ناعم كي جلد الأثعب لا الثعلب ولا وصما هذا الثعبان بينما في نيابه سن النقع مفهمت؟ إذن ما يختار الأصحاب خاصة في الزمان هذا؟ اليوم عاد في فيسبوك التواصل الشماعي وعاد أصدقاء بالألاف وانت تصنفه ضمن صفة الإصدقاء ما هي صفة صدقة حتى نقول هذا الصديق لازم كل واحد تحطه في كجره لازم كل واحد تحطه في كجره شوف أخزانه ودير فيها عدة كجره كل واحد في مستواه وكان شي ترقمه هذا مقام واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا ربعة وكل المشاكل والسيدامات نجدوها توي العربي هي كلها علاقات مش مبنية على الصح مبنية على الأطماع مبنية على المنفع مبنية على الكذب وعلى الزيف وبالتالي قال كذا كثرة الفيران يقل الحفيرة فهمت؟ كثرة الأصدقاء أو يقولوها في المثال السوفي كثرة الأصحاب بتودر خيارهم إذن الصحبة ليش هكة سهلة وما عرفتك في الناس ليش هكة سهلة